في تاريخه والسابع في آخر 11 سنة والخامس تحت قيادة المدرب ده والتالت على التوالي منشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز بقيادة مدربه الأسطوري بيب جوارديولا أحد المفكرين في عالم كرة القدم وهو في البيت قبل ما يلعب مباراة منشستر سيتي مع تشيلسي اللي كانت منتظرة أن فيها يتوج باللقب علشان تشيلسي بعد ما كان داخل المباراة علشان ربما يعطل سيتي أو ربما يقترب هو خطوة من ترتيب أفضل في الدوري هيبدأ المباراة وهو بيعمل ممر شرفي لمنشستر سيتي المتوج رسميا ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للسنة الثالثة على التوالي ليه؟ ده بعد ما خسر النهاردة أرسنل من نوتنجهام فورست بهدف دون مقابل فبقى نوتنجهام فورست رسميا في الدوري الإنجليزي الممتاز ويبقى مستمرا ولهذا الفريق كان عامل متشات كبيرة كويسة كتيرة يعني لكن كان واقع في قاع الجدول لكن عرف أنه هو يبقى في النهاية في المسابقة ويبعد بقى عن ليتز ويبعد عن ليستر سيتي ويبعد عن ساوس هامتون فبقى بعد ما وصل للنقطة 37 أما أرسنل فبالخسارة خلاص انتهت رسميا الحظوظ ولن يكون الدوري مدفعجيا مغامرة لو كنت قبل بداية الموسم قلت أن أرسنل هيخلص الدوري في المركز الثاني وهيتأهل إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة من سبع السنين تقريبا كنت مبسوط جدا كمشجع لأرسنل لكن السيناريو اللي حصلت بيه القصة هو اللي يخلي الواحد ما بين فرحان بالتأهل لدوري الأبطال بس زعلان أكتر بسبب أنه ودع الدوري الإنجليزي أو لم يتوج متصدر الدوري 248 يوم أطول مدة صدارة لفريق ما ياخدش اللقب في النهاية في إنجلترا فلما تفقد البطولة بسبب أربع متشات متتالية ولصالح منشستر سيتي اللي هو أساسا متوحش وإنك توصل بالصدارة طول الوقت ده قدامه فهي بتبقى محبطة بكل تأكيد لكن أكيد سيتم البناء على ما فعله أرسنل وميكيل أرتيتا هذا الموسم اللي نهايته محبطة لكن بشكل عام أكيد هو موسم جيد سيوضع في تاريخ أرسنل إنه على الأقل ناطح سيتي حتى النهاية وإنه راح إلى دوري أبطال أوروبا لكن على الأقل